ثانية لحدش وستة دقائقة مرحبا بالناس اللي تحقوا بينا الآن 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 نقول مراو عنا برشة برشة أخبار باش نكملوها تاو مع أسامة في ميديا ماك غو 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 دونك اللي باش نكملو نحكيو علينا نرجعو الموضوع اللي كنا نحكيو فيه ولا سايب علينا شا سمو قلتانا في الأوف أسامة في الأوف تحكي على السياسي ولا الصحافي السياسي أتاو تعرفو وكان حاب نوفر روكال عليه والإعلامي كيف كيف كان حاب نوفر اللي روكال عليه أنا بالنسبة لي منقول حد شي احنا عنا احتمالات حطينا أخويا وبدينا نطع حولنا برشة أسامة يقين برشة حتينا بشون زعم زعمة كلينا عملو تغربيلة يقين برشة أسامة هذا وي ممكن هذا ممكن مالسياسيين نحكيو مش مالإعلاميين حتى مالإعلاميين بو كعبتينو كعبتينو خرج في الأخر عميرات اللي في الأخر طلاع عميرات اللي عزيزة عزيزة قالو هيرزوزو تنعديك عزيزة أيوة نحكيو على حوار رجل غنوشي البارح في قناة التلفزيون العربي بمناسبة الثورة برشة قنوات البارح حكيت على تونس وحكيت على الكاتور جنفيير كيفاش تونس تعيش عيد الثورة في حجر صحي وفي الظروف هذي الكل دونك تلفزيون العربي استضاف رجل غنوشي في حوار خاص اللي قال فيه البارح انه نبيل القروي بش يخرج من الحبس معزز مكرم والمسألة هي مسألة ضرائب ومسألة قوانين مالية وعلى كل حال هي بين يدي القضاء ولا نقول ونحن لا نفيقة في قضائنا ولا نفيقة في انه سينصف الرجل وسيخرج الرجل معزز مكرم القضاء سينصف باشا مويقة عالمية خذية تصريح هذية عنا فيقة في القضاء ولكن نبيل القروي سيخرج معزز مكرم وكأنه عنده وثيقة كبيرة وفاهم وعارف اللي نبيل القروي بش يخرج من سجنه وربي فرج عليه احنا بجمال الحوال وربي فرج عليه اكيد جدا لكن انا اللي غذني في تصريح رجل غنوشي انه من نقيط للنقيط في قناة الزيتونة من بعد الانتخابات اللي فاتت سألته على قلب تونس سألته على نبيل القروي هذا شنو جاوبها رجل غنوشي تقرب اننا لن نتحالف مع حزب سيد نبيل القروي لن نتحالف مع قلب تونس لانه هذا التحالف بده خيارنا في اختيار قيس مشروع انا قلت تحوم حوله شبهن وهدي شبه قعد نزيد كل يوم كل يوم شبه جديدة وانا ما نحبش نخوف بهذا الموضوع ولكن كل يوم شبه جديدة تثارو حول هذا الحزب سيد الشيخ شبه ولا معزز مكرم ثبت لي روح كما ريفي تحكينا على عمرو ايديب كيفش من قطر نحبه عابد ثابت في موقف عطيونا سياسي ثابت على موقف لا يابد هابد ان تطلب المستحيل عمرو سياسي ما يثبت على موقف يا سيدي ملا عرف وين تحط صبعك المرة جاي حتى ما وين يحط صبعك وين المصالح وين يحوه المواطن التونسي اليوم وين شكون ينتخب اذا كان التصريحات السياسية بالتناقض هذا من نقيض للنقيض لو 180 درجة معناها متناقض التصريح معناها اذاك عليش التونسي طوي المواطن ما عاد فهم حتى شيء وما عاد عنده ثقة في حد لا في السياسي لا في اللي يتكلم لا في اللي ما يتكلمش لا في اللي يفعل ولا بالعمل يقولك يخويا بالكش يعمل هكا على خطر جلس تحاشته بالانتخابيتك هون بعض يدور علي اينا كمواطن ويمرر لي عيشتي ويسكر علي الدنيا الكل دونك السياسة اللعبة سمحوني في الكلمة قاديرة تمشي ياسر بالمصالح وين المصلحة وين السياسة يرا اليوم يقولك محلك وتهبل ونتعامل معاك ونتعاطف ونحلك ببين وكل صراح مسالح يعني اليوم تشوف علاقة تراشد الغنوشي بقيس سعيد وتشوف موقع لهو طيو احنا ماشيين بشن ليهوه تشوف الصراع الخفي بنيتهم بين باردو وبين القصبة وبين الكرتاج وتشوف اليوم معناها وتشوف اقبل في الانتخابات كيفاش النهضة دعمة بقيس سعيد ومعارضة لبي كما كنا نسمعه في التصريح ايه كما قال بضبط يعني المواقف قادرة تتبدل نقول وحنا على قفلة الصبات ولا كيفاش يقولوها في قفلة صبات معناه هوم يتكيق البولفست بارك الله عليهم هذه اللي خلت وانسا معدهم شثيقة اليوم بعد عشرة سنين من الثورة الصنداج اللي عملته تعدى البرح في قناة التاسعة مع زميلتنا مكاري عندي مشكلة في الأسامي في الأسامي متحجراني نخط دواني اينا للإسامي في شي Lew según وجوه في الشيмер واش واش فيها لا حكر لا و العبد يبدأ قديق وصديقي ونعم Milli 진행 من ضيع yeah حمدالله ربي حافظ سامي الحمدالله يا ربي ما قلتhofية يا دليل أو الإنحين أو الإحادي صديقاتي نحبهم وكل صحابي مزيل وحافظين اسمي باي دونك في الصنداج هذي البارح سألوا توينسا شنية اول حاجة جيل بالك كنقول لك 14 جانفي هيتنا عملوا صنداج احنا بناتنا لهنا شنية اول حاجة جيل الامل لانا وقتك قبل عشر سنين لتيل يكيف فرحانين ودنيا وتاوك تشوف سيراجة براج في الحوم ليلا متعصر ليلا براجو وجي اول حاجة جيل بالك لالي بيختي الحرية الحرية باي انا صليداريتي تضامر اللحمة صباح تريق شو كيفي اوزرنا انا فهمتكم غازرتكم بتاع اينا فهمت اذا بيتكم ما نتصور بعيدة شوي على ايجابة التوينسا على خاطر التوينسا كي سألوهم اول حاجة جيل بالكم لكن قولوكم اربعة جانفي خمسة خمسين بالمئة قالوا ثورة توكو اربعة جانفي سير ثورة فهمه نصف الشعب وانتصور الصورة اوبا ايه اوه 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 سبعة بالمئة قالوا نقيذ الحرية قالوا فوضى. البراجات وكل عسى وكل اللي صار في أربعة الجنفي. أربعة بالمئة قالوا شهداء وثلاثة قالوا مظاهرات واحتجاجات. فما بانوا أجوبة سلبية أخرى أربعة بالمئة وأجوبة إيجابية الاثنين بالمئة فقط. هذا كيفش يخمت وانسى. وهذا الكلو صار. هذي الكلو ريتو هذا الكلو دي جا تعاش وثار وتشيف. أنا نحب نقول حاجة البيرح قالها ناصر العويني وبالحق ياسر ياسر عجبتني قال له راهو الثورة ما عندها حتى دخل. فلنعيشوا فيه طو من فوضى. فلنعيشوا فيه من فقر من أزمة من وجيعة. راي الثورة ما عندها بيه حتى علاقة. رام السياسيين وهوما اللي عندهم علاقة بالشي هذي. دونك بالحق. الثورة زي ما تقعد في الإطار متاح المزيين هذيك اللي اللي استشهدت ناس على خطرها ثورة هذية واللي تعبت ناس على خطرها من الجرحة مثلا. واللي برش عبت قلب تزيدة كيف كيف حياتهم على خطر. واللي ناس جيت كانوا عايشين البرة أمنوا بالحق بالثورة. وخليوا الدنيا الكل وجيبوا صغارهم وجيبوا عائلاتهم واستقاروا في البلاد خطر يستنيوا إنها بيش تكون بلاد كلها نوار وكلها محليها وفيها الحرية وفيها الكرامة وفيها الثورة. المطالب اللي احنا خرجنا ولي حكينا عليهم في أول أيامات الثورة ذيك عليش ديما تسمع كلمة تصحيح مسار الثورة. لأنه مسار الثورة حاد على المسار اللي احنا سطرناه واللي احنا حبناه والهدف اللي احنا حبينا نوصلوله. هذا شنية قاله توانسة هذا راية توانسة. ونذكر اللي الصنداجة ذاية قامت بيها امروت كونسلتينج واللي رحكي عليه نبيل بلعام بيانصير مدير امروت كونسلتينج في رانديفو نوف مع مليك بكات. اما انا فهم اراه. بسم الله. ليه ولا ليه. ليه حسيتو كلمة تكي وقام عرفتو كلي تفرش في تلزة بعد يقفى على المار فقط يوم. نعم. شوف والله اللي قلتول كله محليه ومزين وكل شيء ما مسيش خليل نوت بيسيميست ناخرها. يقول اي تحب محسوبة الدينك احنا انت الثورة احنا خطرك خاص في الثورة. انتي تتكلم وتقول كل الكلام اللي اتحب علي. ماشي في البوزيتيف وكل شيء برشة وينسة فقدة الامل. ماشي في البوزيتيف وبرشة وينسة ممنة لحرية لحد شيء. وتحبوا نحكيو عالحرية رو. الحقيقة الحرية قلت على قبل. ماشي نجم تحكي على فلان وماشي نجم تحكي في فلان وماشي تتكلم فلان يقلقوك. وليت ديكتاتورية اخرى طوى فهمت. نجمه صحيح نوار وقلوب حب. والناس نحبوا بعضنا وثورة وبنعليم شيء وكل شيء ذاك معاكم. اما فما حاجات راه واللي طوى بصراحة انا انا واحد من الناس نادم على الاخر اليوم على عشر سنين التالي. نادم بانسور خطر مرينا شيء. البلاد هبتت نعرش توبقون معنا. ديسبسيون كبيرة بارش. وهذا فما صنداج اخر زيد عملت وحكيت علي البارح في نفس البرنامج. شنو الشعور الطاغي اليوم مع التوانسة بعد عشر سنين ثورة. سلا ديسبسيون. ديسبسيون انا احباط. بصراحة انا. لكن اللي يفهم زيدا في تاريخ الثورات. يعرف الي الحكيم هيش بتاع عشر سنين راه ولا تاع خمتاش سنين. راه هي عشرات السنين بالشعوب. ووقفت على سقيها. والمسار صحيح بتاع الثورة. مشي للثنين هذي. ما واحنا زيدا سامحني شايفين اللي لك. شايفين اللي معاد فما ما يتصلح. هذيك الاشكالي. ما هو ذيك اللي تشيقم هذي زيدا يخليك انتي تسانبخ زيدا وتولي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انا انا اخوية انا المعارضة مذبية المعارضة تقوم بالعمل متاحها السياسي السحيح. هذيه. ام انتي عملك ايك ام كل واحد وراي. انا لا افقد الامل. ام بلدة ذي نحب نموت عليها. وبش تقف على سقيها. قلتك تحب انا قلتك ما تحباش انتي. قلتك انا كيفاش نشوفها. ماوي ماوك تحب تعطي فيها زيدا انتي. في الكلات. طاف 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 تكلاشي. سامحني شكوم شي يقف. بخليه في نحكي ع الشابيه بيانا. تدي روعاتي لي. اللي في عمري انا. اللي في عمور راجح. اللي طوى صغار اللي وقت الثور عمارنا 18 و 19 سنة. ما قلناش مع انتي. وين كنت انت نهار 14 جامس. انا من كنت نهار 14 جامس. انا نعرف وين. انا فضاء. وينتي راجح. فشير. وينتي وجيه. ومفجوع ازيد اللي يصوروني. ويطلعش ممشتش بالعبس. وان مقصب بالنه. وين دليل. ومش في فرنس اخوين. انا الهنية في تونس. في تونس في الدار. وينتي اوسيم. على روحك وقتها وانتو ماشي. يا ربي اش نعملو يا ربي اش نعملو. ولا كيفاش نعملو. اين نحنو من هذا الذي. وين التكير. وين التكير. يا ولدي قتلك اقسم باللين. في ناس كلها تصور. قلتينة ساييم. دخول. يعطيك الصحة يا اوسيمة.